التقديرات الأخيرة للبنك الدولي تشير إلى أن حجم التدفقات المالية للمهاجرين إلى الجزائر لم تتجاوز 1.8 مليار دولار بنهاية عام 2023، ما يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الخام. وعلى الرغم من تصنيف الجزائر في المرتبة السابعة عربيا، إلا أن الخبراء وصفوا التدفقات المالية للمغتربين بالضائرة وغير الكافية بالنظر لأهميتها في المساهمة في المشاريع الاستثمارية. تحويل الدعاء الجزائري المقيمين في الخارج إلى الجزائر نظر بأن الجزائر متأخرة جدا. لما نقارن الجزائر مثلا ما هي الأموال التي يتم تحويلها من الخارج إلى الجزائر نقارن على الأقل مع الدول القريبة منها في المحيط في شمال إفريقيا. نقارنها مع تونس مع المغرب مع مصر اللي هما أقرب الدول لنا من حيث عدد الجالية وحنا أكبر عدد الجالية ينتعنا بالنسبة للجزائر خاصة بالنسبة لفرنسا. ونشوف بأن الرقم لا يتجاوز أو لا يصير 2 مليار دينار جزائري فهذا فعيد جدا جدا جدا. التقارير الأخيرة للبنك العالمي وهيئة الشراكة العالمية من أجل المعرفة حول الهجرة والتنمية أصادر شهر جوان 2023. كشفت أيضا عن ارتفاع تحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج خلال عام 2022 إلى نحو 1.82 مليار دولار. مقارنة بعام 2021 والذي بلغت قيمة التحويلات خلاله 1.759 مليار دولار. فيما بلغ مجموع التحويلات خلال أعوام 2020-2022 ما قيمته 5.38 مليار دولار. ووفقا لهذه التطورات المسجلة فإن قيمة التحويلات الخاصة بالجزائر سجلت نموا بنسبة 4.51% بحسب التقارير ذاتها. إذن نظن بأنه عدنا فراغ فراغ في القانون وفراغ أيضا في عدم التحكم في السوق الموازين لمن المفروض أنه نقضي على السوق الموازين للعمل الصعبة بحيث أنه كل الأموال اللي يحولوها الجزائرين المقيمين في الخارج تمشي إلى مكاتب الصرف أو تمشي إلى التحويل عن طريق البنوك جزائرين يغيروا الأموال اللي يحاولوها عن طريق البنوك لكي تستفاد الخزانة العمومية ويشاركوا في الاقتصاد الوطني ولكن بشر أنه نفتح مكاتب الصرف ونحسن المنظومة القانونية تعنا ونجعل من المعاملات بالنسبة للعمل الصعبة هي معاملات رسمية عن طريق البنوك وعن طريق مكاتب الصرف ويدعو خبراء في الاقتصاد إلى ضرورة تعزيز حجم التحويلات المالية للجزائريين من خلال فتح فروع بنكية في دول المهجر وخاصة فرنسا التي يعيش فيها أكبر جارية جزائرية بل إضافة إلى بعض الدول الأوروبية فضلا عن تحديث النظام المصرفي خاصة التحويلات البنكية الدولية مع منع تعاملات المالية الموازية بل إضافة إلى تسهيل الولوج إلى السوق الوطنية العمومية والخاصة في إطار التجارة الرغمية والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الرفع من نسبة التحويلات واستقطاب مزيد من العملة الصعبة ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني